اسأل نفسك السؤال ده هو احنا ما سددناش قصة ديسمبر سددنا لا سمح الله حصل لنا اي شكل اشكال الافلس بص لي القاعدة الرأس مالية الى الاصول المرجحة باوزان المخاطر احنا كان عندنا تقريبا 13.7% ده القاعدة الرأس مالية الترجيح النسمة بتاعتي لأوزان المخاطر انا دلوقتي وصلت الـ 17% فانا قدرتي على موجة المخاطر قاعدة عمالة بتكبر طيب رأس المال الاساسي المستثمر في الاصول المرجحة باوزان المخاطر 10.4 من 10 بقت 10.8 من 10 بتسعة سنية طب تعال نشوف الشريحة الاولى من رأس المال الى الاصول المرجحة بقت ايه بقى في اوزان المخاطر برضو كانت 11.4 من 10 بقت 13.8 من 10 انخفاض النسبة ايجابي جدا وهذا الانخفاض يستخدم لقياس جودة الاصول النسبة كانت 9.3 من 10 اللي بورتقاني اللي هناك دي بما احنا كنا بنتكلم على بعثي الانستجرام بتاعك Orange Orange اللي هناك والGreen فالOrange اللي هناك 9.3 من 10 الGreen الاخضر ده 3.5 من 10 في الحتة دي كلما انخفضت النسبة كلما زادت الجودة في الاصول بتاعتك تعالى ده معنى يا جماعة ان انت الكورونا والحرب والازمة الاقتصادية العالمية بتاعت الكورونا وبتاعت الحرب كل ده وانت قدرتك على مواجهة الازمات وجودة اصولك بترتفع فانت شوف قدرتك على مواجهة الازمة واصلة عاملة ازاي ترجمة نانسي قنقر